القطع. همزة القطع من مواضيع الاملاء المهمة جدا اللي راح تحلك مشكلة التفريق بين همزة الواصل وهمزة القطع. همزة القطع ممكن يجيك عليها السؤال. هذي دائما يارد هذا السؤال اللي هو عرف همزة القطع. طبعا مع ذكر مواضحة. هسا خلنا اخذ التعريف اول مرة. عرف همزة القطع. همزة هي همزة. هي همزة. ينطق ينطق بها في بدء الكلام ولا ينطق او و ينطق بها في وصله. يعني همزة القطع هي همزة ننطقها ببداية الكلام وبواسط الكلام. فهمزة القطع هي همزة ينطق بها في بدء الكلام. وينطق بها وين؟ وينطق بها في وصله. يعني شنو في وصله يعني في وسط الكلام. هاي بالنسبة التعريف همزة القطع. زيان اذا سأني سؤال عليها وقال ما ما سبب ما سبب تسميتها بهذا الاسم. اللي هو شنو اللي هو ليش سميناها همزة قطع. شنو الفرق بينها وبين همزة الوصل. السبب اللي خلانا نسميها همزة قطع سميت بهذا الاسم لأنها لأنها شنو لأنها تقطع ما قبلها عما بعدها. يعني شنو تقطع ما قبلها عما بعدها. يعني همزة القطع همزة ما نقدر نتجاوزها لازم نلفظها. همزة القطع بالكلام لازم نلفظها. يعني ما اقدر انا اتجاوزها نفس همزة الوصل. همزة الوصل قبل من شنو نقول اعفو مثلا اعفو. هس هاي همزة همزة وصل لأنفع الأمر ثلاثي. هنا شنو نقول اعفو. اذا نجيب حرف عطف مثلا نقول فاعفو. يعني شنو فاعفو. يعني هذا الالف ما جاي النطقة. جاي نخلي الفاء يتصل مباشرة بمن بالعين. هاي بالنسبة المن? هاي بالنسبة الهمزة الوصل. الالف الهمزة كأنما ما موجودة بوصل الكلام. هاي وصل. بس من نقول ام مثلا. ام. ام. هس الهمزة جاي الفضها. وذا قلت فا ام. ما اقدر اتجاوزها. ما اقدر اتجاوز الهمزة. اذا هاي اش اسميها? اسميها قطع. شنو السبب? السبب لاني ما اقدر اتجاوزها مباشرة للميم. هاي الهمزة قطعت لي الكلام بين من? بين ها. بين الفاء وبين الميم. اما هنانا. لا بالوصل اقدر اتجاوز الالف. اقدر اقول فاعفو. كأنما ما موجود الالف. هذا هو ما نقصد بيه. لانها تقطع ما قبلها عما بعدها. ممكن يجيك سؤال ويقلك. ممكن يسئلك سؤال بالامتحان ويقلك. ما نوع الهمزة في الكلمات التي فيها مدهم. وش نقصد بالمد? نقصد الالف اللي علي مرسوم المد. طبعا اللي كردت مرتين. كردت كم مرة? مرتين. الاولى اول همزة من يمهين. الاولى متحركة. الاولى شبيهة? متحركة. اما الثانية ساكنة. والثانية شبيهة? الثانية ساكنة. يعني شلون? يعني اذا قلنا ادم. ادم شنو نوع الهمزة مالت? قطع. شنو اصل هاي الهمزة? اصلها قبل لان نرسم المد. كان اصلها همزة مفتوحة. متحركة. وهمزة شبيهة? همزة ساكنة. هذا شنو? هذا اصلها قبل لانسوي الهمزتين. نطبقهن وش نسويهن? نسويهن متى. هسا خلنعبر السؤال اخر. ناخذ لنا سؤال اخر. ممكن يجيك سؤال يقلك ما ما سبب كتابة همزة القطع فوق الالف? او تحت الالف? او بطريقة ثانية مرات يسأل يقلك ما سبب كتابة همزة القطع فوق السطر? او شنو? او تحت السطر. احنا شلون نتعامل وياهيش سؤال? احنا لازم نعرف بانه الهمزة مالتنا هي همزة اما مفتوحة او همزة شبيهة او همزة مضمومة او همزة مكسورة. هاي ثلاث اشكال لهمزة القطع. اش كم شكل الهمزة القطع? ثلاث اشكال. هاي لثلاث اشكال. شنو سبب رسمها او كتابتها بهذا الشكل? وخلنا نضيف وياهي همزة المد ايضا حتى نوضحها. حتى تكون كلها الانواع همزة المد مال القطع ايضا واضحة. الاولى شنو سبب كتابة مالتها بهذا الشكل? اش راح نقول? نقول السبب لانها لانها شنو? لانها مفتوحة. يعني شنو مفتوحة? يعني عليها فتحة. مفتوحة يعني فوق الهمزة فتحة. استاذ اذا ما خلالي بالامتحان فتحة? اذا ما خلالك فتحة احتمد على نطقك. شنون راح تنطق هذه الكلمة? مثلا? مثلا عندك كلمة احمد. هسا احمد اريد اعرف هذه الهمزة مالتة. هل هي همزة وصل او همزة قطع? طبعا اكيد همزة قطع. بعدنا ما نعرف شنو الاسباب لان ما ماخذيني المواضع بس انا قل لك هاي همزة قطع. هاي الهمزة. ما سبب كتابة الهمزة فوق الالف? او ما سبب كتابتها فوق السطر? تقول السبب? السبب شنو? السبب لان الهمزة مفتوحة. يعني عليها فتحة. من الفض احمد شا اقول ا احمد. ما اقول او. لا احمد. بالفتح. عندي ثانيا. ثانيا الهمزة المضمومة. الهمزة المضمومة شنو السبب اللي قلاني ارسمها بهذا الشكل? اقول لانها شبيهة مضمومة. لانها شبيهة مضمومة. يعني شنو مضمومة من اقولا كلمة ام. ام ليش الهمزة مالتها فوق? ام شنو السبب لان انا من جاي الفض اهناش شنو اقول احمد. اهناش اقول ام. ام. بها شنو? اهناتا جاي تحس بانه جاي اكو ضمب داخل هاي الهمزة. فهذا السبب هو اللي خلانا شنو? نكتب الهمزة فوق السطر. اقول لان الهمزة شبيهة الهمزة مضمومة. هذا السبب. هسا ناخذ الشكل الاخير اللي هو شنو? اللي هو الهمزة المكسورة. وشنو السبب? السبب ايضا نقول لانها مكسورة. يعني سبب كتابتها همزة. جو الكرسي. جو الاليف. شنو السبب? لان عدي كسرة. لان عندي شنو? كسرة. بالنطق مالتها راح اكسرها. مثلا اذا قلت. ابراهيم. ابراهيم. هنا نشبيها الهمزة مكسورة. الهمزة مكسورة. اذا ما سبب تسميتها? او ما سبب كتابتها بهذا الشكل? اش راح نقول? نقول لانها مكسورة الهمزة. اما الميت. الميت نفس ما اتعرفنا عليها سابقا. الميت سبب كتابته هنانا لتكرار لتكرار الهمزة شنو مرتين? احدهما متحرك و الاخر شبيه ساكن. هذا السبب اللي خلاني اكتب الميت. هيا بالنسبة المن? هيا سبب كتابة الهمزات فوق السطر او تحت السطر او سبب كتابة الميت. هس انتهينا من هاي الامور. هس نريد نعرف اسباب مجيزة.